السؤال رقم خمسة يقول لي افزا انتركنيكشن اس فالد يعني لو التوصيلة دي صحيحة احسب فايند زاباور ديفولوب باي زا كرانت سورسز تمام طيب لو مش فالد اشرح ليه هو مش فالد لو التوصيلة مش صحيحة اشرح ليه هي ليه مش صحيحة تمام طيب ارجعلك بصرع على حتة التوصيل الصحيح والتوصيل الخطأ التوصيل بيبقى خطأ في حالتين لو عندي اتنين فولت السورس متوصلين مع بعض على التوازي يعني لهم نفس نقطة البداية ونفس نقطة النهاية لازم يكون الاتنين لهم نفس القيمة ونفس الاتجاه تمام يعني لو ده بخمسين لازم يكون ده بخمسين لو ده بعشرين لازم يكون ده بعشرين لو مختلفين في الاتجاه اسف لو مختلفين في القيمة لو واحد بخمسين واحد بعشرين يبقى كلام ده غلط او التواصيلة دي غلط تمام دي اول حالة الحالة التانية لو انا عندي 2 current source متوصلين على التوالي تمام لازم يكونوا متسويين في المقدار ومتفقين في الاتجاه يعني ايه لو ده بخمس امبير لازم يكون ده بخمس امبير لو ده بعشرة امبير لازم يكون ده بعشرة امبير تمام وما ينفعش حتى يكونوا مختلفين في الاتجاه يعني ما ينفعش يكون ده خمس امبير وده خمس امبير بس ده اتجاهه في الاتجاه ده مسلا برضو ما ينفعش تمام لأن الكلام ده مش موجود عندنا الاثنين ه各هم نقطة النهاية بس ده أصلاً وده voltage مهلومش علاقة ببعد لو كان ده voltage لو كان ده عابرة على voltage source وده عابرة على Dav 10 وده 100 كنت تقول ان فيه مشكلة بس هنا لأن ده voltage source وده current source ميوجد مشكلة برضو هنا عندي voltage source وcurrent source بالانطالس المختلفين في القيمة وفي الاتجاه بس ده voltage source فمهلومش علاقة ببعد لو كانوا الاثنين current source يعني لو كان ده current source وده current source كنت برضه اقول ان ده في مشكلة لانهم ايه مختلفين في المجدار والاتجاه فاذا الconnection ده is valid اول حاجة if connection is valid ممكن نكتب هنا كده if connection is valid وبناءا عليه هنحسب بقى الpower طيب هو هنا عايز يحسب الpower بس للcurrent sources يعني عايزين نحسب الpower ال current source 5 امبير وال10 امبير بس مش عايزين نحسب الحاجات الثانية اول حاجة هنقول ال b of 5 امبير طيب عشان نحسب اول حاجة القانون بيقول لنا ايه القانون بيقول لنا ان ال b بتساوي i فى r او اسف i تربيع فى r فحنا نستخدم القانون v i v او vi برضو افكار اكتنى بسرعة انا عندي هنا ولا يكون مصدر للطيار ماشي وعندي فولتش عليه بالشكل ده vx لو جيت احسب الباور هقول ان الباور بتساوي ال i نفسه الطيار بال vx vx odd طيب هيبقى سالب ولا موجة طيب لو الطيار من الموجة في الموجة فده معنى انه يبقى سالب زيبا سالب وانيبقى سالب vx 발� طيب لو كان الطيار داخل من الموجة بالسالب يعني لو كان الطيار الانتجاه البني هو الشكل دا كان الانتجاه هكده ذا معنى انه داخل من الموجة بالسالب فكونينا هنقول انه هو بيساوي m置a XX طيب فى الحالة بتعيتنا هنشوف ا styl Olivier طيب. احنا عايزين نحسب الفولتش اللي على خمسة امبير هنسميه مسلا وعايزين نحسب الفولتش اللي على اللي هو عشر امبير هنسميه طيب بالنسبة لل ما فيش مشكلة ليه? لان هو نفسه الفولت ميت فولت. يعني اللي على النقطة دي ما بينه النقطة دي ما بينه النقطة دي. اللي هو هو نفسه وحتى لو جربت تعمل يعني تعالك هنعمل في اللوب دي. هنقول كده هنسمي دي اللوب واي ودي اللوب اكس. ماشي? ونفترض ان ده كده اتجاه اللوب. فده معناه ان انت داخل نفسها من الطرف السالب للطرف الموجب فهنقول سالب في وال. وداخلين الميت فولت من الطرف الموجب للطرف السالب فهنقول زائد مية. بيساوي سفر. فده منه ان البي واي بتساوي ميت فولت. تمام? طيب. وبرضه من غير ما استخدم الكيفي ال. زي ما قلت لك. الفي واي هي نفسها الفولتش اللي على المية بمجرد النظر. طيب. بعد كده تعالي هنسب بقى الباور على العشرة امبير دي. فنقول ان البي في العشرة امبير هتساوي. في فو اي. طيب موجبه ولا سالبه? انا عندي الفي واي القرنت داخلها من السالب للموجب. فاذا هنستخدم السالب. او هنحط اشارة السالب. طيب يبقى سالب الفي بكم? الفي بي احنا حسبناها بمية. ده هي الفي واي. في او طيب بعد كده نروح اللي هو خمس امبير. اول حاجة محتاج ان نحسب الفولتش اللي عليه. وانا سميته في اكس. وتعالي نعمل في اللوب في اكس. وهفترض ان ده كده اتجاه الطيار. بقول كده يوزنج اول حاجة المية احنا دخلينها من السالب للموجب بيبقى سالب مية. سالب مية. بعد كده دخلين الاربعين دي برضو من السالب للموجب بيبقى سالب عربعين. ودخلين على الفي اكس ان الموجب للسالب يبقى موجب في اكس. الكلام ده بيساوي سفر من هنا نقدر نقول ان الفي اكس هتساوي سالب مية نقصة اربعين بسالب مية واربعين نروح بعكس الاشتراك بموجب مية واربعين فولت. طيب بعد ما جيبنا الفي اكس هنقدر نجيب الباور اللي على الخمسة امبير هنقول ان هي بتساوي في فواي موجب ولا سالب برضو عندي الفي اكس الطيار او الخامسة امبير داخلها من السالب للموجة بيبقى سالب في فو اي بيساوي سالب الفي اللي هو الفي اكس اللي هي بمية واربعين في الاي اللي هي خمسة خمسة بمية واربعين بكم سالب سبعمائة واط دي برضو بور ديفولوب لانه طلع بالسالب طيب تعالى برضو نجمع له هو بيقول لي فاند زا باور ديفولوب دي باي زا كراند سورس فانا مش عارف هو هيقصد بكل كراند سورس الواحد ولا المجموع بس تعالى برضو نجيب له المجموع تعالى كان نكتب له كده سامشا في الباور ديفولوبت باي كراند سورس هتساوي البي وفي الخمسة امبير او الاول البي او في العشر امبير زائد البي وفي الخمسة امبير هتساوي الالف زائد السبعمائة هتساوي الف وسبعمائة واط تمام ذا كده حل مسألة رقم خمسة